يا جماعة بلاش نخرج عن النص الوقت ده لازم يكون constru النا اتجاه واحد كلنا اتجاه تاني كلنا اتجاه واحد لو رحنا في اي مكان تاني غلط ماينفعش واحد من المانيا بتكلم واحد من الصين بيتكلم واحد من امريكا بتتكلم وتقول وتعيد وتيجي تدور عليهم في الاخ録 على السوشال ميديا لهم اساسة ولهمش دعوا بالموضوع هم داخلين يتكلموا كلمتين وخلاص داخلين ياخدوا فولور وخلاص داخلين ياخدوا فيور وخلاص الموضوع مش كده الموضوع أبسط مما أي حد يتخيله في الحياة نتحرر رئات الاحترازية نمشي عليها نمشي عليها كشخص كمواطن أنا النهاردة لما أكون أسرة متكونة من خمس أفراد أنا مسيطرة عليهم وكل واحد في أسرته خمسة ستة مسيطرة عليهم الأمور تسيطرت عليها لازم يكون عندنا نواحة إيجابية نتكلم بيها طول ما احنا شايفين إن الدنيا بيزة وأصلي فيه مشاكل وعدام ثيقة وحاجات كتير غلط والله غلط النهاردة جاهز أول مرة أتكلم معاكو فعلا بواقعية شديدة جدا 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 ليه عندنا ما ينفعش لا إحنا عندنا كذا الحمد لله قادرين نحاصر قادرين عندنا دولة مصرية وقفة قادرة تدي الأوقات التوقيتات المزبوطة اللي هي فعلا شايفانكم تنظرها قادرة تعمله وتقف واحد واثنين وثلاثة واربعة وأقول لك قصلي فيه حاضرة يعني بالهادي بالهادي علينا بالهادي بجد ما تخليش الناس تجري على السوبر ماركت كده أنا روحت السوبر ماركت والله العظيم هل عايز لحكه نفسي عطس مش قادر خايف كل الناس واحد عطس والله العظيم لو قلتلكم الحقيقة الناس جريت فيه هلع بالهادي 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 كده مع بعض يعني ادينا في ايدين بعض وبالهادي هنعدي حتى حتى لو فيه اي مشكلة الرجل هتلاقيه لوحده دايريكت لوحده يروح للمستشفيات لازم نكون ايجابيين مع نفسنا الايجابي ده مع نفسه شيء مهم في الوقت ده تعبان اطلع المستشفي هروح للناس واقول لنا تعبان وهقولكو حكاية تانية برضو كلام بيتردد كثير وكلام ليس له اساس من الصحة اصلا ما بيروح المستشفي يا بيه ما بيدخلهوش ازاي بحصلتش مستحيل احنا في الشدة بنكون وقفين مع بعض كويس اتمنى من الشعب المصري واتمنى من كل احب يسمعنا واتمنى من كل الناس الاجراءات الاحترازية اللي الدولة المصرية حاطتها نمشي عليها نسمع الكلام نتبع التعليمات نسمع الكلام لو لمرة واحدة كلنا نمشي في اطار واحد مهما نختلفنا في كل الاشياء مهما نختلفنا في الكلام مهما نختلفنا في الاراء نمشي مع بعض لو مشينا هنعدي وثقة باللهنا هنعدي بس بالهدوء بالهادي بالهادي ما فيش حد في الدنيا بياخد دنيا مرة واحدة الدنيا فيها خطوات عشان نوصل ونكسب حتى في الماتشاط لازم نتمرن كويس لازم نستعد كويس لازم نروح للماتش الفاينال كويس نفس الكلام في هنا بالزبط في الكورونا لازم لازم نستعد كويس ولازم نيشي مع بعض شوية عشان نوصل للي احنا عايزينه بإذن الله وهو ان احنا البلد تكون خالية من فيروس الكورونا بإذن الله بإذن الله توكلنا على الله كده واحدة واحدة مع بعض وان شاء الله بإذن الله هتكون كويسة جدا في المرحلة اللي جاية